اشتركوا في القناة الدرس الخامس الدرس الخامس أهداف التعلم لهذا الدرس ترسيخ تعرف عناصر المناخ وخصائصها في المغرب التمكن من تعرف العوامل المؤترة في مناخ المغرب تمييز أنواع المناخ بالمغرب الاشتغال بدعامات متنوعة كتمهيد إشكالي إذا كان التنوع هو السمع التي تطبع المغرب على مستوى تداريسه وموارده السطحية والباطنية فعين يبرز هذا التنوع على مستوى خصائص مناخ المغرب وما العوامل المؤترة في مناخ المغرب وما أنواع المناخ بالمغرب إذن هذا كتمهيد إشكالي ودائما أقول بأن هذه التساؤلات ليس المطلوب الإجابة المباشرة عنها وإنما هي تساؤلات تمهيدية للدرس والدرس ككل عن طريق المقاطع التعلمية سيمكنكم أعزائي التلميذ من الإجابة على هذا السؤال عن هذه الأسئلة وتتبيتها وترسيخها في أدهانكم لأن هذا هو المطلوب من هذه الدروس ومن هذه العمليات التعلمية إذن المقطع التعلمي الأول أرسخ معرفتي بعناصر المناخ وخصائصها في المغرب النشاط واحد أتعرف الحرارة وخصائصها في المغرب ألاحظ الجدول وأقرأ مطياته ثم أحدد موضوع الجدول إذن الجدول موضوحه هو جدول خاص بمتوسط الحرارة في بعض المدن المغربية ما بين سنة 1960 و 1961 إذن المرصد مرصد إفران متوسط حرارة يناير هو 3.2 درجة متوسط حرارة يوليوز 20.5 درجة طنجة متوسط حرارة يناير بطنجة 12.5 درجة متوسط حرارة يوليوز 23.5 درجة فاس متوسطها 8.45 درجة ومتوسط حرارة يوليوز 22.9 درجة العيون متوسطها 16 درجة في يناير وبالنسبة ليوليوز فمتوسطها 26 درجة إذن كما تلاحظون عندما نقول شهر يناير فماذا المقصود؟ شهر يناير يعني هو دروة فصل الشتاء شهر يناير هو دروة فصل الشتاء وعندما نقول شهر يوليوز هو دروة فصل الصيف يعني من الشهور الصيف بالمغرب ويناير هو من شهور فصل الشتاء بالمغرب إذن أقارن متوسط حرارة شهري يناير ويوليوز بالمراسد المذكورة في الجدول يعني نراحد أن مرصد العيون يسجل حرارة معتدلة في الواقع في شهر يناير يسجل حرارة معتدلة كذلك بطنجة هناك حرارة معتدلة بطنجة لكن بفاس هناك حرارة منخفضة 8.45 حرارة منخفضة أما بإنفران فهي حرارة منخفضة جدا 3.2 درجة فهي حرارة منخفضة جدا إذن هذا بالنسبة لدرجة حرارة شهر يناير أما بالنسبة لدرجة حرارة شهر يوليوز يمكن القول أن بمدينة العيون وهذا طبيعي لأنها مدينة صحراوية هناك درجة حرارة مرتفعة قليلا ولكن ليست بالدرجة الحرارة التي نعرفها في المناطق الصحراوية حيث في المناطق الصحراوية في شهر يوليوز نتكلم عن 40 درجة وما يقارب الأربعين درجة وأكثر أيضا إذن هناك درجة 26 درجة يعني مقبولة يعني درجة مقبولة فاس 22 درجة إذن درجة محتدلة طنجة 23 درجة إذن هي محتدلة إفران درجة يعني لا بأس بها 20 درجة ونصف درجة مقبولة خاصة إذا علمنا بأن درجة حرارة يعني درجة حرارة الاعتيادية هي 25 درجة هي 25 درجة هي درجة الحرارة الاعتيادية التي بإمكان الإنسان أن ينشط فيها بكل حيوية وبدون مشاكل مرتبطة بالحرارة أقارن حرارة يناير بالمدن المذكورة في الجدول وأفسر اختلافها إذن أفسر اختلافها بخصوص شهر يناير إذن كما تعلمون مدينة إفران هي مدينة جبلية يعني تقع على الأطلسي المتوسط وبالتالي فهذا هو ما يفسر يعني انخفاض درجة حرارتها كذلك مدينة فاس هي قريبة مدينة فاس هي يعني قريبة نوعا ما قريبة نسبيا من مدينة إفران وبالتالي فهذا أيضا وهي أيضا تقع على مرتفعين وهذا يفسر أيضا يعني درجة حرارة يعني المنخفضة قليلا يعني المتوسط يعني بمدينة فاس بالنسبة لمدينة طنجة كما تعلمون يعني درجة حرارتها أيضا لا بأس بها 12.5 ولكنها تعتبر من الدرجات المنخفضة نظرا لأنها تتواجد في منطقة شمالية معروفة يعني على تخوم يعني السلسلة جبال الريف يعني على مشارف السلسلة إذن فهي مدينة ساحلية طبعا ولكنها أيضا يعني مرتفعة قليلا فيعني طنجة معروفة بعبارة طنجة العالية بمعنى أنها يعني طنجة مرتفعة قليلا عن البحر وإن كانت مدينة ساحلية في الواقع نعم بالنسبة لمدينة العيون التي من المفروض أنها مدينة مدينة يعني مدينة صحراوية إلا أنها إلا أن ستة عشر درجة درجة حرارة يناير درجة حرارة مقبولة جدا يعني بالنسبة لمنطقة صحراوية إذن ولكن هي الأعلى مقارنة بين المدن الأخرى نظرا لأنها مدينة صحراوية كذلك نرى أقارن حرارة يلوز بالمدن المذكرة في الجدول وأفسر اختلافها إذن كما قلنا مدينة العيون هي درجة الحرارة الأكبر من المدن المرصودة بستة وعشرين درجة وذلك نظرا لطبعها الصحراوي وأقل درجة في المدن المرصودة هي مدينة إفران وكما قلنا في مدينة إفران يعني تقع في يعني الأطلس المتوسط وبالتالي من الطبيعي أن تكون أقل درجة حرارة في المدن المرصودة إذن أحسب المدى الحراري السنوي لمرصود إفران والعيون إذن المدى الحراري السنوي يعني هو عندما نقوم يعني درجة الحرارة العليا ناقص درجة الحرارة الدنيا 20.5 ناقص 3.2 تعطينا 17.3 17.3 هذا بالنسبة لمدينة إفران 17.3 أما بالنسبة للعيون فنجد أن المدى الحراري هو 10 المدى الحراري هو 10 درجات نعم إذن مدى الحراري لمدينة العيون 10 درجات إذن ننتقل الآن إلى النشاط الثاني لدرس الخامس طبعا النشاط الثاني أتعرف تساقطات المطرية المطرية وخصائصها بالمغرب ألاحظ الخريطة وأقرأ معطياتها ثم أحدد موضوع الخريطة إذن موضوع الخريطة يعني خريطة تساقطات المطرية السنوية بالمغرب من 1935 إلى 2005 دن كما تلاحظ كما هو متوقع يعني متوسط وطول الأمطار بالمنطقة الخضراء يعني يعني يعتبر هو الأعلى 600 مليمتر فأكتر يعني هي في المناطق الشمالية يعني تتركز بالسلاسل الجبلية يعني سلسلة الريف وسلسلة الأطلس المتوسط والأطلس الكبير وكذلك الأطلس الصغير يعني هذه هي مناطق يعني الأمطار الغزيرة بالمغرب يعني المناطق أقل من 100 مليلي لتر فواضح أنها مناطق صحراوية وبالفعل فهي فعدي المناطق هي تتموقع بالصحراء المغربية الجنوبية والصحراء المغربية الشرقية يعني الجنوب الشرقية الصحراء الشرقية الجنوب الشرقي أصف توزيع الأمطار يعني هذا ما قمت به لقد وصفت الآن توزيع الأمطار وحدد أكثر المناطق تساقطات مطرية وأقلها تساقطات مطرية يعني كما قلت يعني أكثرها تساقطات مطرية يعني هي المناطق الجبلية باختصار وأقلها هي المناطق الصحراوية أحدد كمية التساقطات في جهتي اعتمادا على الخريطة 2 إذن كل واحد فيكم يرى جهته ويحدد المناطق يعني التساقطات كمية التساقطات في جهته بالنسبة لي أنا شخصيا فأنا أتواجد بجهة مدينة الدار البيضاء إذن هي باللون البرتقالي وبالتالي فإن تساقطات هي من 200 مليل لتر إلى 400 مليل لتر سنويا هذا بخصوص يعني التساقطات المطرية بجهتي يعني بإمكانكم تحديد الجهة التي تنتمون إليها إما الجهة الشرقية أو جهة يعني هناك 12 جهة اليوم المغرب فيه 12 جهة بإمكانكم تحديد جهتكم أو منطقتكم بالضبط ويعني تحديد رؤية يعني التساقطات المطرية بجهتكم وحددوا كمية يعني هذا ما قمنا به إذن نذهب إلى النشاط الثالث أتعرف الضغط الجوية وخصائصه في المغرب ثالثا خرائط الضغط الجوي بالمغرب ألف الضغط الجوي المرتفع في فصل الشتاء ثم الضغط الجوي المنخفض الصحراوي في فصل الصيف وقد رأينا هذه الأمور في مادة في الفصل الأول لشابت خؤان من مادة الفيزياء والكيمياء رأينا مسألة الضغط الجوية كذلك لإيزوباغ ما يسمى بإيزوباغ يعني خطوط يعني متساوية الضغط خطوط متساوية الضغط أو لإيزوباغ رأينا ذلك في مادة الفيزياء والكيمياء يعني بإمكانكم الرجوع لها فهي موجودة في يعني في البلاي ستور يعني في موجودة في القناة يعني ابحثوا عنها سوف تجدونها اللغة الفرنسية وهي مترجمة باللغة العربية ألاحظوا الخريطتين وأقرأوا معطيتهما إذن الخريطة ألف كما تلاحظون الخريطة ألف يعني تبيل لنا أن هناك يعني مرتفعا جويا في إسبانيا وفي منطقة الجزائر والمغرب هناك مرتفع جوي مرتفع جوي وانتي سيكلون يعني رمزنا وبأ وهناك مرخفة جوي بمنطقة الأصور مرخفة جوي بمنطقة الأصور وأيضا بالمنطقة الصحراوية بالمنطقة يعني المنطقة المحيط الأطلسي إذن على ما يدل هذا يدل على انتقال الرياح من منطقة مرتفعة الضغط إلى المنطقة منخفضة الضغط التي تحصل بها اضطرابات جوية إذن هذه كانت الخريطة ألف والخريطة باء يعني أيضا الخريطة باء توضح لنا يعني حصول يعني منطقة ارتفاع الضغط الجوي يعني في المناطق في وسط المحيط الأطلسي ومنطقة انخفاض الضغط الجوي يعني الصحراء الجزائرية كما تلاحظون هنا يعني وبالتالي فهذا ماذا يعني يعني أن الرياح سوف تنتقل من المنطقة الى المنطقة الدي إذن أحدد موضوع الخريطة استخلص تعلمات السابقة المثبتة بالمناق ثم أصف وضعية الضغط الجوي في الخريطة ثلاثة ألف إذن الخريطة ثلاثة ألف تبين لنا أن يعني المنطقة الدي سوف تتعرض لإضطرابات جوية كبيرة وهذا في فصل الشتاء في فصل الصيف يعني كذلك المنطقة الدي سوف تتعرض أيضا لإضطراب جوي كذلك وهناك تنقل لمناطق الإضطرابات الجوية منطقة الإضطراب لا تظل في نفس المنطقة وإنما هناك تحرك لهذه المناطق الإضطرابات إذن أركب تعلماتي أستعين بالخريطة التساقطات لأحدد معدلات التساقطات السنوية بالمراسد المذكورة في الجدول رقم واحد إذن من خلال خريطة رقم واحد يتبين لنا أن يتبين الجدول رقم واحد يتبين لنا يعني أن مناطق التساقطات المطرية هي تتركز في المناطق الجبلية يعني منطقة الريف ومنطقة الأطلس المتوسط كذلك منطقة الأطلس الصغير ومنطقة الأطلس الكبير فمتوسط هطول الأمطار في تلك المناطق أكثر من 600 مليمتر ومناطق الأمطار الضعيفة يعني تتركز في المناطق الصحراوية بجنوب المغربي وبالجنوب الشرقي إذن ننتقل إلى المقطع التعلمي الثاني أتمكن من تعرف العوامل المؤثرة في مناخ المغرب أن ناشط أبرز أثر الموقع العرضي للمغرب في المناخ أبرز أثر الموقع العرضي للمغرب في المناخ يعني ألاحد الشكل أربعة إذن الشكل أربعة وأستعين بالخريطة جوج من الدرس الأول صفحة 72 من الدرس وحددوا موقع المغرب بالنسبة لدائرتي العرض إذن كما ترون من خلال هذه الخريطة فالمغرب يقع مباشرة يعني بعد مدار السرطان يعني وقد سبق لنا وأن حددنا موقع المغرب بنسبة لخطوط الطول وخطوط العرض عليكم فقط العودة إلى الصفحة رقم 72 أميز موقع المغرب بالنسبة للمناطق المناخية إذن بما أن المغرب يقع مباشرة فوق مدار السرطان فهذا يعني أنه يتميز بمناطق مناخية معتدلة متوسطية استنتج أثر هذا الموقع في مناخ المغرب يعني هذا يجعل المغرب يتميز بمناخ متوسط معتدل إذن مفاهيم ومصطلحات بمعنى أنه يعني المغرب يتواجد بالمنطقة الخضراء والمنطقة الخضراء هي منطقة معتدلة كما قلت سابقا المنطقة الصفراء هي منطقة حارة وهي المنطقة التي تتواجد بها الصحراء الكبرى الإفريقية وكذلك الصحراء الربع الخالي بشبه جزيرة العربية وهناك أيضا مناطق باردة ونتكلم عن الدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية الجنوبية هناك مفاهيم ومصطلحات كما قلنا ضغط جوي منخفض هو خلية تكون قوة الضغط الجوي فيها أقل من 1010 ميلي بار ويرمز له بالدي ضغط جوي مرتفع هو خلية تكون قوة الضغط الجوي فيها أكثر من 1050 ميلي بار ويرمز له بأ أو يعني أ يعني كأول حرف لكلمة أنتيسيكلون إذن كما قلنا ننتقل إلى النشاط الثاني أبين أترى ارتفاع التضاريس في المناخ أقرأ معطياتي الجدول ثم أحدد موضوع الجدول إذن الجدول الخمسة جدول متوسط الحرارة ومعدل التساقطات بفران ومكناس ما بين 1991 و1990 المرصد مرصد إفران إذن مرصد إفران الارتفاع الذي يقع عليه إفران هو 1664 متوسط السنوي للحرارة 10 درجات فصلا 8 المعدل السنوي للإمطار هو 1498 ميلي متر كذلك هناك مرصد مكناس الارتفاع 548 متر المتوسط السنوي للحرارة 17.17 درجة المعدل السنوي للإمطار هو 606.9 ميلي متر أربط بين عامل الارتفاع والمتوسط السنوي للحرارة إذن كما هو واضح يعني كلما ارتفعنا كلما انخفضت درجة الحرارة يعني مكناس أقل ارتفاع عن درجة حرارتها أكثر من إفران يعني المرتفعة نسبيا من ناحية الارتفاع وكما قلنا يرجع هذا إلى سبب تواجد إفران في منطقة يعني الأطلس المتوسط أربط بين عامل الارتفاعات ومعدل التساقطات السنوي بمدينة إفران ومكناس يعني هذه واضحة جدا يعني هذه أوضح من مسألة الحرارة حيث أن مدينة إفران التي تقع على ارتفاع 1664 متر فإنها معدل السنوي للإمطار بها هو 1498 مليل يعني فهو معدل مرتفع بشكل كبير وكبير جدا مقارنة مع مكناس التي يعني ارتفاعها في حدود 548 متر ومعدل الإمطار السنوي هو 606 فصلا 9 متر أي أن هناك هناك ارتباط بين الارتفاع ودرجة الحرارة هناك ارتباط واضح يعني استنتج عمل الارتفاع في الحرارة والتساقطات إذن من الواضح أن الارتفاع يعني يتسبب الارتفاع يعني كلما ارتفعت المنطقة عن سطح الأرض كلما زادت معدلات الإمطار السنوية وقلت درجات الحرارة وكلما انخفضنا كلما ارتفعت درجات الحرارة وانخفض المعدل السنوي للإمطار يعني إذن هناك علاقة سببية بين هذه العوامل النشاط رقم ثلاثة أبين أترى القرب والبود يعني البحر يعني المرصد هو مدينة الصويرة الموقع بالنسبة للبحر موقع ساحلي إذن مدينة الصويرة مدينة يبلغ 12 درجة متوسط حرارة قصوى 20 درجة المدى السنوي المدى السنوي هو 8 درجات يعني إذن في الأول متوسط حرارة القصوى الأدنى يعني هو 12 درجة ومتوسط حرارة الأقصى هو 22 درجة بالنسبة لمدينة مراكش وهي مدينة داخلية متوسط الحرارة الأدنى هو 18 درجة فصل أربعة متوسط حرارة القصوى هو 43.2 درجة المدى الحراري هو 25 درجة فصل أربعة يعني فهو مدى حراري مهم ألاحد الجدول وأقرأ المعطيات ثم أحدد موضوع الجدول إذن موضوع الجدول هو أثر القرب والبعد عن البحر بخصوص مسألة درجة الحرارة إذن أقارن المتوسط الحراري لشهر يوليوز بين الصويرة ومراكش إذن لا يمكن هناك مقارنة يعني بالنسبة للصويرة هناك 20 درجة فقط بالنسبة للصويرة يعني في شهر يوليوز بين مدينة مراكش هناك 43.8 درجة بالنسبة لمدينة مراكش هو رقم كبير جدا يعني مدينة مراكش تعرف درجة حرارة كبيرة جدا في الصيف إذن أصف متوسط الحرارة بين بمدينتي الصويرة ومراكش يعني متوسط الحرارة يعني فرق كبير جدا مدينة الصويرة لا تتجاوز 8 درجات سنويا بينما مدينة مراكش يعني تصل إلى 25.4 درجة وقارن بين المدى الحراري للسنويل للمدينتين هذا ما فعلناه يعني هناك فرق كبير بين المدى الحراري للصويرة ومراكش وقارن المتوسط الحراري لشهر يناير بين الصويرة ومراكش إذن بالنسبة المدى بالنسبة لمتوسط الحراري لشهر يناير يعني هو الجدول التالي هنا هو يعني الخط التالي إذن متوسط في مدينة الصويرة 12 درجة في مدينة مراكش 18 درجة إذن تبقى مدينة مراكش أكثر ارتفاعا لدرجة الحرارة في شهر يناير إذن تبقى أكثر ارتفاعا ثم أفسر اختلاف المدى الحراري السنوي للمدينتين إذن هناك تفسير واحد ووحيد وهو التموقع بالنسبة للبحر فالبحر يعني يأتي برياح باردة تلطف الجو يعني في فصل الصيف وكذلك يزيد يعني درجة الحرارة تلطفا في فصل الشتاء المقطع التعلمي الثالث أميز أنواع المناخ بالمغرب النشاط واحد أحدد أنواع المناخ بالمغرب إذن لدينا الخليطة رقم سبعة خليطة المناخ المغربي خلال الفترة 1961 و2005 يعني كما تلاحظون هناك أربعة نطاقات يعني أربعة نطاقات مناخية بالمغرب هناك نطاق قاحلة إلى قاحلة للغاية وهي المناطق الصحراوية بالجنوب المغربي وبالجنوب الشرقي هناك مناطق شبه قاحلة إذن كذلك أغلب المناطق المغربية هي مناطق شبه قاحلة وهناك مناطق شبه رضبة وهنا نتكلم عن المنطقة الجنوبية الشمالية منطقة طنجاء تطوان والعرائش إذن هذه مناطق شبه رطبة. وهناك مناطق رطبة. المناطق الرطبة متواجدة بالاطلس المتوسط يعني كما تلاحظون مدينة افران آآ يعني بالاطلس المتوسط هناك مناطق رطبة. إذن آآ أحدد آآ موضوع الخريطة. إذا كما قلنا هي خريطة المناخ بالمغرب آآ أسمي أنواع المناخات بالمغرب. لدينا أربع أنواع مناخات هناك مناخ رطب مناخ شبه رطب هناك مناخ شبه قاحل وهناك مناخ قاحل للغاية قاحل إلى قاحل للغاية أحدد مجال انتشار كل نوع من المناخات إذن المناخ الرطب يتواجد بالمرتفعات الأطلسية بالنسبة للمنطقة شبه الرطب هي تتمركز في المنطقة الشمالية بمدينة طنجة تطوان والعرائش هناك منطقة شبه قاحلة وتتمركز بالمناطق الشمالية المغربية والمناطق الشرقية وهناك أغلب مناخ المغرب هو مناخ قاحل إلى قاحل للغاية كما قلنا بالجهات الصحراوية نتكلم عن أقاليم الصحراوية المغربية وإقليم الجنوب الشرقي الصحراوي المغربي أيضا أستخلص المناخ الأكثر انتشارا بالمغرب إذن المناخ الأكثر انتشارا بالمغرب هو المناخ القاحل إلى قاحل للغاية ننتقل إلى مفاهيم ومصطلحات لدينا مفهوم جديد هو مؤشر مارتون مؤشر مارتون هو مؤشر يمكن من تحديد درجة قحولة منطقة ما منطقة ما ولحسابه نتبع الصغة التالية يعني A يسوي B على T زائد 10 بحيث أن B مجموعة تساقطات السنوية وال D متوسط الحرارة السنوية النشاط الثاني أميز خصائص المناخ المتوسطي إذن ألاحظ المبيانين وأقارن معطياتهما ثم أحدد موضوع كل مبيان إذن مبيانات توزيع الحرارة والتساقطات في مدينة الرباط وفاس ما بين سنة 1961 إلى 1990 إذن المتوسط في هذه السنوات لدينا مدينة الرباط درجة الحرارة في كما تلاحظون ودرجة الأمطار على اليمين ودرجة الحرارة على اليسار ولدينا الأشهر هنا الأشهر كما هو ملاحظ يعني الأشهر المطيرة هي شهر ديسمبر دجمبر نوفمبر فبراير مارس أذن أكتوبر شهر مطير الأشهر الغير مطيرة التي يقل فيها الأمطار وترتفع فيها درجة الحرارة هي شهر يعني يوليوز ويوليو وأوت وسبتمبر كذلك بالنسبة لمدينة فاس بمنسبة لمدينة فاس نلاحظ أنه أيضا نفس الشيء هناك أشهر يوليوز ويوليو وأوت وسبتمبر هي الأقل مطرا هذه الأشهر هي الأقل مطرا والأكتر حرارة وأكتر درجة حرارة في هذه الأشهر باقي الأشهر يعني تعرف تسقطات مطرية متفاوتة ودرجة حرارة أيضا يعني متقاربة إذن هذا ما نلاحظه في هذا الخصوص أميز أكتر الشهور حرارة في المدينتين إذن أكتر شهور حرارة في المدينتين كما قلناه هو شهر يعني يوليوز ابتداء من شهر ماي إلى شهر يوليو ويوليوز وغشد وسبتمبر يعني هذه هي الأشهر الأكتر حرارة نفس الشيء بالنسبة لمدينة فاس يعني نفس الشيء تقريبا نفس الشيء أذكر أقل شهور حرارة في المدينتين إذن أقل شهور حرارة في المدينتين هي شهر شهر يناير شهر فبراير شهر مارس شهر ديسومبر وشهر نوفمبر يعني نفس الشيء بالنسبة للمدينة الأخرى مدينة فاس وأيضا مدينة الرباط يعني هي الشهور الأقل حرارة في المدينتين أميز أكتر أميز أكتر الشهور مطرا وأقلها مطرا إذن كما قلت أقل شهور مطرا على الأقل هي شهر يوليو يوليوز وسبتمبر هي أقلها مطرا على الإطلاق كذلك بالنسبة للمدينتين يعني الأمر متساوي بالنسبة للمدينتين من حيث قلت تساقط الأمطار أما أكترها استساقطا للأمطار فيعني واضح تماما بالنسبة للمدينة الرباط هناك شهر ديسومبر نوفمبر أكتوبر الأمطار تبتدأ ببتداء من شهر أكتوبر يعني وتصل لدروتها في شهر دجنبر وكذلك يعني تقل بعض الشيء في شهر يناير لكنها تستمر ثم شهر فبراير ومارس أيضا تستمر في الأمطار نفس الشيء تقريبا بالنسبة لمدينة فاس نضع ألحظ مدينة فاس أن الأمطار تبتدأ أيضا في شهر أكتوبر يعني تصل ترتفع في شهر نوفمبر ثم ديسومبر لتصل إلى دروتها في شهر فبراير يعني ثم تبدأ تقلد تدريجيا في شهر مارس وشهر أبريل لكنها تستمر بنفس الحدة إذن ننتقل إلى النشاط الثالث أميز خصائص المناخ الصحراوي ألاحظ المبيانين وأقرأ معطايتهما ثم أحدد موضوع كل مبيان إذن مبيانات توزيع الحرارة والتساقطات بمدينتي العيون وورزازات إذن ألاحظ مدينة العيون ومدينة وورزازات إذن مدينة العيون كما نلاحظ تتميز بالنسبة لدرجة الحرارة هناك نوع من الاستقرار مع ارتفاع في شهر أوت وسبتمبر لكن هناك استقرار لدرجة الحرارة كذلك هناك تساقطات مطرية لبأس بها في شهر يناير وفبراير ومارس كذلك في شهر نوفمبر ودسمبر أما بالإسباب لمدينة وورزازات فالأمطار ضعيفة في طيلة السنة تقريبا بعد تساقطات في شهر فبراير وأكتوبر لكنها تساقطت ضعيفة جدا ودرجة الحرارة أيضا يعني درجة الحرارة مرتفعة دائما بالأخص في شهر يناير ويوليو وأوت يعني يبلغ دروة درجة الحرارة تبلغ في شهر يوليوز هناك دروة لدرجة الحرارة في مدينة وورزازات إذن أصف منحنية الحرارة في المبيانين إذن بالنسبة لمدينة العيون هناك استقرار في درجة الحرارة يعني حوالي ما بين 20 درجة إلى 30 درجة يعني هناك استقرار في درجة الحرارة لمدينة العيون بينما لمدينة ورززات هناك أقل حرارة نجدها في مدينة العيون هي حوالي 18 درجة في شهر يناير في شهر يناير يعني أقل درجة حرارة لكن هذه الدرجة الحرارة ترتفع بشكل تدريجي إلى أن تصل إلى دروتها في شهر أوت حوالي 40 درجة ثم تنزل إلى هناك تدبدب في درجة الحرارة بالنسبة لمدينة ورززات لكنها على العموم تظل مرتفعة أصف وضعية التساقطات المطرية في المبيانين إذن بالنسبة لوضعية التساقطات المطرية في المبيانين بالنسبة لمدينة العيون هناك فعلا تساقطات مطرية إذن فصل الشتاء بالنسبة لمدينة العيون هو فصل ممطر هناك تساقطات مهمة تصل إلى حدود 12 مليمتر في شهر يناير وأيضاً تصل إلى 15 مليمتراً في شهر دوشمبر كذلك هناك تساقطات لا بأسابية في شهر نوفمبر وأكتوبر وفبراير ومارس بينما في مدينة وارززات تظل تساقطات المطرية ضعيفة جداً تظل ضعيفة حيث لا تتجاوز في أحسن الأحوال لا تتجاوز 10 مليمتر في شهر فبراير أو في شهر أكتوبر هناك تساقطات مطرية بسيطة جداً منعدمة في مدينة وارززات أفسر اختلاف الحرارة بين مدينتي العيون وارززات إذن هناك مفارقة غريبة مدينة العيون ومدينة وارززات كلاهما مدينتين سحراويتين مدينة العيون تقع بالمناطق السحراوية المغربية الجنوبية أما مدينة وارززات فيتقع في المناطق السحراوية بالجنوب الشرقي إذن هناك مدينتين سحراويتين ولكن هناك اختلاف مهم للمناخ يعني هناك فصل شتاء حقيقي في مدينة العيون بينما في مدينة وارززات فيتحتفظ بطبعها السحراوي حيث أن تتميز بدعف تساقطات إلى إنعدامها وارتفاع درجات الحرارة هذا الارتفاع يكون ارتفاعا مهولا في فصل الصيف إذن لماذا ما الذي يسبب هذا الاختلاف؟ لماذا مدينة العيون تعرف درجات حرارة متوازنة وتساقطات مطرية في فصل الشتاء؟ وهذا راجع إلى أن مدينة العيون تقع بالقرب من البحر فيتعتبر مدينة سحلية إذن مدينة العيون هي مدينة ساحلية في الواقعية ليست ساحلية مئة بالمئة هي تبعد عن المحيط الأطلسي يعني بتقريبا يعني 20 كيلو متر تقريبا تبعد عن المحيط الأطلسي ولكن مع ذلك فهي تعتبر مدينة ساحلية بحيث أن الضباب الناتج يعني الحرارة حرارة الصحراء حرارة الصحراء تسبب في تبخر مياه المحيط مياه المحيط هذه تسبب انتعاشة لسواحل الأطلسية المجاورة حيث أن رداد الماء يتساقط صباحا على المناطق الصحراوية كما أن الضباب الضباب الذي يتكون فجرا يعني يشكل متنفسا مهما للسكان تلك المناطق وكذلك للمواشي في تلك المناطق إذن السبب في هذا هو كون مدينة العيون مدينة ساحلية أما مدينة ورزازات كما ترون مدينة ورزازات هي مدينة داخلية بعيدة عن البحر إذن فهي تجمع بين كونها مدينة داخلية تجمع بين كونها مدينة داخلية ومدينة سحراوية في نفس الوقت إذن هذا هو العامل الذي يجعل من مدينة ورزازات مدينة جافة بشكل كبير ومرشفعة الحرارة أفسر الاختلاف القائم بين كميات المطر بين المدينتين إذن كميات المطر كما قلت سابقا فهي راجعة إلى تواجد العيون يعني على الساحل الأطلسي مما يمكنها من الحصول على يعني على كميات لا بأس بها من الأمطار يعني القادمة من المحيط الذي يكون سببها المرتفع الجوي يعني وسط المحيط النشاط أربعة أحدد النطاقات المناخية بالمغرب ألاحظوا الجدول وأقرأ معطياته ثم أحدد موضوع الجدول إذن موضوع الجدول هو جدول توزيع النطاقات المناخية بالمغرب كما قلنا سابقا يعني نطاقات المناخية هي هذه الرطب والشبه الرطب وشبه قاحل والقاحل إلى الأكثر قحولة إذن المساحة بالكيلومتر نطاق رطب وشبه رطب يعني تقريبا خمسين ألف كيلومتر مربع النسبة من المساحة الإجمالية سبعة فصلا سفر أربعة في المائة ثم لدينا نطاق شبه جاف ويعني مساحته مائة ألف كيلومتر المساحة الإجمالية يعني أربعة عشر فصلا سفر ثمانية في المائة ثم لدينا نطاق جاف وصحراوي مساحته تقريبا خمسمائة وستين ألف كيلومتر يعني مساحته تمانية وأربعين فصلا تمانية وتمانية بالمائة طبعا المجموع سبعمائة وعشر ألف كيلومتر يعني وأي مساحة المغرب يعني بنسبة مائة في المائة كما هو واضح إذن يعني أستخرجوا النطاقات المناخية الموجودة في المغرب هي أربع نطاقات نطاق رطب ونطاق شبه رطب نطاق شبه جاف ونطاق جاف وصحراوي وقارنوا عن نطاقات المناخية من حيث المساحة يعني تظل نطاق الرطب وشبه رطب يظل نطاق محدود من ناحية المساحة ويسيطر على يعني جميع المناطق المغربية النطاق شبه الجاف والجاف والسحراوي إذن استخلص نوع المناخ السعيد هو مناخ جاف والسحراوي أركب تعليماتي استخلص خصائص المناخ المتوسطي والمناخ السحراوي من حيث درجات الحرارة إذن المناخ المتوسطي يتميز بدرجات حرارة متوسطة وارتفاع للتساقطات للنسبة للتساقطات أما بالنسبة للمناخ السحراوي فيتميز بارتفاع مفرط في درجات الحرارة وانعدام للتساقطات أو شبه انعدام للتساقطات تقويم التعلم أصف درجات الحرارة في مختلف المدن الداخلية صيفا وأعلل جوابي إذن كما قلنا بالنسبة للمدن الداخلية فبالنسبة للمدن الداخلية السحراوية فدرجة الحرارة تكون مرتفعة جدا لكن المدن الداخلية المرتفعة أو التي تقع على سلسلة جبلية مثل سلسلة جبال الأطلس المتوسط أو الأطلس الكبير فإنها تعرف درجات حرارة معتدلة نظراً لارتفاعها عن سطح البحر وفسر أهمية التساقطات في مناطق الشمال يعني مناطق أشياء يمكننا تفسير أهمية التساقطات في مناطق الشمال لكونها قريبة من السواحل وأيضاً لكوني أنها تقع على مرتفعات جبال الريف كذلك فهي تقع بالقرب من المرتفع الضغط الجوي القريب الأوروبي القريب من أوروبا أكتب فقرة عن نوع المناخ السائد بجهاتي وأثره في الغطاء النباتي يعني بالنسبة لنا في مدينة الدار البيضاء فالمناخ السائد هو المناخ شبه القاحل وهذا المناخ شبه القاحل ولكن نحن في مدينة الدار البيضاء نحن مدينة ساحلية إذن الساحل المحيط الأطلسي أيضاً يعني يساهم في تلطيف الجو في هذه المنطقة ويساهم في ارتفاع التساقطات وبالتالي تكون غطاء نباتي مهم بل إننا يعني نعتبر من المناطق الفلاحية المنتجة بالمغرب إذن أشكركم على حسن تتبعكم واستماعكم ونلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله وهو التدرب على رسم قراءة المبيانات المناخية شكراً على حسن تتبعكم شكراً على حسن تتبعكم شكراً على حسن تتبعكم